في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتة العملاق تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى ذلك تنفيذا لإنشاء محطة طي محاولات روافع ترعة الحمامة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي عام لكل محطة على حدة